بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته سؤال محير منذ 1200 عام لم يعرف ولا يعرف الآن مراجع الشيعة الاثنى عشرية الإجابة عنه وهو لماذا الغيبة للإمام المهدي وهل الغيبة والظهور بقرار منه أم من الله تعالى في الحقيقة الشيعة الحقيقيون أتبع أمة أهل البيت كانوا يؤمنون بنظرية الشورى لأن أهل البيت أنفسهم كانوا يؤمنون بنظرية الشورى السياسية وأن الحاكم ينتخب من الأمة كما أنتخب الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين وبقية الأئمة الإمام زايد وغيره الناس كانوا هم الذين ينتخبون الإمام وكانوا يؤمنون بنظرية الشورى هذا في ظاهر الأئمة وبتصريحاتهم العلنية ولكن في منذ القرن الثاني الهجري تقريبا كانوا بعض الشيعة اتبنوا نظريات أخرى بصورة سرية باطنية خلافا لظاهر الأئمة ويقولون بأن الأئمة معينون من قبل الله تعالى وأن الأئمة يجب أن يعينوا من قبل الله لأنه يجب أن يكونوا معصومين وأيضا يعني معينين من قبل الله تعالى لذلك نشأت نظرية الإمامة الإلهية نظرية الإمامة الإلهية وهذه النظرية واجهت عقبات كأداء يعني كيف نعرف الإمام المعين من قبل الله بالنص لا يوجد نصوص على معظم الأئمة بالوصية العادية أيضا لا توجد وصايا عادية بأسماء هذا الإمام بعد هذا الإمام إلا إما نفسهم هم يقولون حسب ما وجود بالكافي لم يكن يعرفون خليفتهم من وهو نفس الإمام لم يكن يعرف نفسه رح يصير إمام فنظرية الإمامة واجهت عقبات كأداء ولذلك تشعبت شعبا عديدة لأنه كل جماعة كانوا يتبعون أحد أولاد الإمه وما شاء الله أولاد الإمه بالعشرات كانوا فهذه النظرية أيضا وصلت إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري يعني بعد 150 سنة تقريبا من بروز هذه النظرية بصورة سرية خلافا لرأي الأئمة كان يقولون الأئمة يستخدمون التقية يعني لا يصرحون هم ينسبون أشياء كاذبة إلى الأئمة أشياء مغالية مثلا حتى كان ينسبون الأئمة للأئمة والنبوة للأئمة الأئمة كان ينفون ويلعنون من يقول بذلك ولكن كان هناك في التاريخ الشيعي من ينسب هذه الأمور العظيمة إلى الأئمة بصورة سرية يقولون الأئمة نعم في الظاهر يلعنون في الظاهر يتبرؤون في الظاهر ينكرون ولكنهم في الواقع يقولون كذا وكذا هذه يسمونه التقية يعني التقية كان استخدموا غطاء لتمرير أفكارهم المنحرفة في الحقيقة فالإمامية انحرفوا عن أهل البيت وانحرفوا عن التشيع وبعد فترة وصلوا إلى طريق المسدود الإمام العسكري توفى ولم يتحدث لا عن الإمامة ولا عن وجود ولد له يعني أنه هو ما كان يؤمن بنظرية الإمامة بس هؤلاء الذين كانوا يدورون حول الإمامة ويغالون فيهم كانوا يعتقدون أنه لا ما يصير الإمامة تنتهي كانوا يقولون يجب قد من نظرية تقوم على هذا الكلام أنه يجب على الله أن يعين إماما لقيادة الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة بصورة مستمرة وما يجوز الأرض تخلو من إمام معصوم معين من قبل الله كلام من أجل المطلعين بطنهم ما موجود عليه لا آية قرآنية ولا حديث نبوي ولكنهم كانوا يقولون ذلك فعندما توفي الإمام العسكري بدون خلف فوقعوا في حيرة واستمرت الحيرة تقريباً مئة عام وتفرقوا إلى أربع عشرة تفرقة وكل واحد يقول فات كلام اخترق من بطنة فات كلام حتى يعني يحل المشكلة لأنه كيف حدثت أزمة ذهبوا يميناً وشمالاً وتفرقوا لأنه كلامهم كان كان يؤمنون بالنظرية مثالية خيالية وهمية لا حقيقة لها ولم يتبنها أهل البيت فوقعوا في أزمة ووقعوا في حيرة ولم يكتفوا بذلك طبعاً العقلاء من الشيعة الذين خجعوا بهذه النظرية قالوا تبين أنه هذا يعني النظرية مصحية بطنة عنه وراحوا صاروا يؤمنون يعودون بالشورى أو كانوا يؤمنون بأئمة آخرين بالزيدية مثلاً الزيدية لا يشترطون الأسمة ولا النص بالإمام أو راحوا كسم صاروا إسماعيلية مثلاً وكسم اتباعوا جعفر بن عيلهادي ما في نص عليه وإنما كقائد كزعيم المهم هناك فريق من هؤلاء افترض وجود ولد للإمام العسكري بالسر تقية فالإمام كان مخفي صحيح بالظاهر ما كان أي دليل على وجود ولد له وهو بالمحكمة سجل أمواله اتروح إلى أمه قال أنا ما عندي ولد ما عندي خلف حتى يريثني فأفترضوا وجود ولد للإمام العسكري ثم قالوا هذا هو الإمام الثاني عشر وختموا الإمام ووقفوا على الإمام الثاني عشر وقالوا هو المهجر منتظر فأفترضوا ترجمة نانسي قنقر